سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي والمتواجد مع البيئة هناك في المغرب عشان يقول لنا كل الجديد يا فاروق أهلا بك برحب بك أمير وبرحب بكل مشاهدين مشاهدوا ومتابعة شاشة قناة النادل أمير في كل مكان مش هزيد على الكلام اللي قلته أمير قوة مجلس إدارة النادل أمير والحسن اللي بنشوفه من مجلس إدارة النادل أمير هو عنوان الكثير من الأحداث قناة النادل أمير يتغطي كل الأحداث مطابعين موقع النادي الهلي كل الأمور والجمهور الشايف والأمور والتعنت الموجود من قبل مسؤول الكاف من مسؤول الاتحاد المغربي في التنظيم لكن خلينا أقول لك حالا كان وصول المهندس خالد مرتاجي والكابتن حسام غالي من مركب محمد الخامس بعد خلاص الحصول على تأكيدات بقاء جمهور النادي الهلي في المكان المحدد من قبل قبل الاجتماع الفني وتم تحديده في الاجتماع الفني أن هذا يكون مكان جمهور النادي الهلي وتم تعليق البنارات الخاصة كابتن حسام غالي، 엔딩 له موقف حاسم وبالتالي تم الاستجابة غير طلبات للنادي الاهلي هي حقوق النادي الاهلي هيحقوق النادي الاهلي تم تسماح ب wasniti الآ роб نشوف أمور بتغير لكن مجلس قدارة النادي الأهلي اللي بتحرك ما بيستناش أمير سريعا توجه المهندس خالد مرتاجي توجه الكابتن حسام غالي الكابتن محمود الخطيب بيتابع كل التفاصيل الكابتن سيد كابتن محمود الخطيب أنا عايز أقول لك يا أمير فاصل الأمور تماما تماما عن اللعبين عندنا 90 دقيقة هنركز في 90 دقيقة كل الكواليس وكل الأحداث أمير أكيد متابعين على قناة النادي الآلي وموقع الرسمي للنادي الآلي طيب أنا اللي يهمني بقى فاروق في الكصة دي كلها الفريق أخبره إيه هل مفصول تماما عن الأحداث اللي بتحصل دي لا لا لأنه ده أمر غاية في الأهمية أمير من يعني أول يوم وصلنا قبل ما تعرف كل الأحداث قبل ما يكون فيه أحداث كتير جدا الكابتن محمود الخطيب في كلامه في جلساته عايزين نفصل أي جو عام خارجي عن اللعبين اللعب عندها 90 دقيقة قال لكابتن سيد أنتوا دوركم جوا الملعب دوركم 90 دقيقة فيه أدوار كتير جدا لكل فرض داخل منظومة النادي الأهلي خارج الملعب بالتالي الأمور مفصولة عايزة أقول لك أمير وأنت أكيد متعود على هذه الأمر يعني في رحلات كتير جدا مع النادي الأهلي بالأمس أمير في تمام الساعة الثانية فجرا كان في يعني الألعاب النارية واطلق الألعاب النارية ثم مرة تانية الساعة خمسة ونص أمور كتير جدا معتادة يا أمير تمام أنت عارف طبعا الأحداث لكن يعني مواضيع ومناشطة بتعدي وبتمشي والأمور خلاص اللعبة معزولة اللعبة بتمركزة مستر بيتسو موسيماني بيعقد جلسات فردية من أهم المباريات اللي مستر بيتسو موسيماني بيعقد جلسات فردية مع اللعبين جلسات سنائية مع اللعبة الاتنين أو تلات لعبين في مركز لعبة خط الوسط أمور كتير جدا يا أمير الدوافع النفسية كابتن ساد عب حفيز كابتن محمود الخطيب في كلامه مع اللعبين مجلس الإدارة أدوار كتير جدا يا أمير متأسمة خلية نحلي باللفز يا أمير خليت نحن داخل بعثة النادي الاهلي ومقر إقامة النادي الاهلي الأهم فيها يا أمير هي سرعة التحرك وسرعة اتخاذ القرار وزي ما أنت قلت يا أمير هو الحسم الموجود من مجلس ندارة النادي الاهلي كل الأمور إن شاء الله اللعبة معزولة مفصولة تماما عندنا تسعين ديئة هنوفر جو مناسب إن شاء الله تظهر فيه روح وشخصية لعبة النادي الاهلي في هذه المباراة بإذن الله أمير بإذن الله فاروق طيب انبارح كان فيه الأزمة بتاعت التذاكر وتصرحات الأستاذ العمري فاروق إمبارح نهاية برئيس النادي واللي قال إن إحنا ما خد نشغل ألفين تذكرة الموقف وصل لحد فيهن دلوقتي والعدد المتوقع حضوره من جميل النادي الاهلي وهل استلمنا التذاكر بتاعتنا ولا لا وهل الجميل خدت تذاكرها ولا لا لي نقول لك يا أمير طبعا أنت ما استلمتش التذاكر بتاعتك بالكامل طبعا أنت كان تحدد لك عشر تلاف تذكرة بالأمس زي ما النادي قال لي صرح ألفين وخمسمائة تذكرة من الحاجات الغريبة برضو أميرen اللي لمستناها النهاردة أن مسئول من الاتحاد المغربي هو اللي كان وقف النهاردة بيوزع التذاكر طب للنادي الاهلي سأل طب ليه التذكر دي ما جاتش للنادي القليل هو اللي يوزع التذاكر أمير في تذاكر أمير بقولك سعر التذكرة وصل في السوداة لي تلاف درهم أمر كبير جدا ده إن ده اللي بيدل على الخلل اللي موجود من مسئول الكاف مسئول الاتحاد المغربي في عملية بيع للتذاكر واللجنة المنظمة وأيضا في الاجتماع الفني تم التأكيد على نقطة مهمة جدا قال إن التذاكر التي لن تباع ستبقى المدرجات شاغرة يعني فيه اللي بتكلم إن النادل ألي خد 1500 تسكرة فبالتالي أنت متبقي لك يا أمير 7500 تسكرة التذاكر اللي أنت ما خدتهاش هتبقى أماكنها شاغرة ده بنأكد عليه ودي أمور كتير جدا بنأكد عليها يا أمير لكن كل الأكواء كل الأمور أقف عند النقطة بتاعت إن الأماكن هتبقى شاغرة حتى لو العدد مش عشر تلاف من جمهور النادي الأهلي هل فعلا الأماكن هتبقى شاغرة لو ألا إحنا نبرح برضو عرفنا إن الأمن المغربي والوداد عايزين دخلوا جماهيرهم لو في أماكن شاغرة من أماكن جماهير النادي الأهلي حقيقة الوضع ده إيه أمير اجتماعين تموا اجتماعك ما قبل الاجتماع الفني اجتماعك كان هنا من مسؤول الكاف مع النادي الأهلي مع الجانب الإداري تم التأكيد وتم إبلاغ الاتحاد المغربي بهذا الأمر والأمر كمان يا أمير تم تداوله ما بين الأوساط الإعلامية المغربية إن هذا الأمر إن الاتحاد الأفريقي أو الكاف بلغ إن التذاكرة التي لن تباع ستبقى أماكنها شاغرة تم التأكيد على هذا الأمر وتم التأكيد عليه مرة أخرى في الاجتماع الفني ما قبل المبارئة اللي كان بالأمس تم التأكيد على هذا الأمر إن التذاكرة التي لن تباع ستبقى أماكنها شاغرة هنا السؤال برضو. هنا السؤال يعني احنا دلوقتي مش الاهلي خدم مفروض ان هو اشترى التذاكر بتاعته. طيب احنا ما بناشى التذاكر اللي احنا دفعنا فلوسها واشتريناها ليه عشان نوضحها على الجماهير بتاعتنا. ليه مش عايزيني بدون التذاكر. طب افرد اوكي اهلا وسهلا الاماكن هتبقى شغيرة. طب افرد احنا عندنا عدد من الجماهير موجود. عايز يحضر المباراة. يعني ادي له التذاكر ازاي. ما احنا اللي بنوضع. وعلننا عن مكان نوضع من خلاله التذاكر. طب ليه بيحصل كده. تعاند غريب يا امير. وده اللي بنأكد عليه ان التذاكر زي ما قلتلك اليوم مسؤول من الاتحاد المغربي. يعني معه مجموعة من التذاكر. وهو اللي بيدي التذاكر كمان يا امير يعني بيدي التذاكر للمقيمين فقط. فامور كتير جدا. انه ده اهلي لم يستلم الحصة بالكامل من التذاكر المباراة. يعني مش عايزين نزيد يعني يا امير. اكيد ان تلامس الامر التغطية اللي شكلها على قناة النادي الاهلي على الموقع الرسمي. متابعين كل التفاصيل. الامر التذاكر تعاند غريب جدا يا امير. وكان تعاند بالامس يا امير في المؤتمر الصحفي أثناء دخولنا. يعني لكن ان شاء الله ان شاء الله يا امير من المواقف الصعبة بيظهر معدن الأبطال. وفي المواقف الصعبة ياما. ياما مر النادي الاهلي بمواقف صعبة. الامور دي امير ما بتضعفش النادي الاهلي. بالعكس الامور دي بتزيد من صلابة لعب النادي الاهلي. بتظهر فيهم شخصية النادي الاهلي. عشان ان شاء الله بإذن الله يا امير الرد يكون في الملعب بإذن الله. طيب. انا برضو عشان في جزءين عاز يفصل ما بينها وما بين الأحداث اللي بتحصل. وهي العلاقات ما بين مصر والمغرب. هتبضل طبعا في أفضل وأعلى مستوياتها. ده أمر مفروغ منه بشكل تام. انا عايز اسألك يا فروق. مثلا انتم وانتم ماشيين في الشارع ككروع عمل لقناة النادي الاهلي. ازاي بتتقابله. ازاي الناس بتتعامل معاك. والأمور بالنسبة لكم ماشية ازاي. امير اعتقد انت لمست نقطة في غاية الأهمية. الكابتن محمود الخطيف في بداية كلام وفي بداية بياناته. لما تكلم قالك المشكلة او الامر يتعلق ما بين النادي الاهلي ومسؤول الكاف. ليس الاتحاد المغربي او دولة المغرب طرف في هذا الامر. لهم كل الاحترام والتأدير. واعتقد يا امير انت لمست ان احنا لما عملنا تأرير في قناة الاهلي شفنا مع جماهير من الوداد جماهير المغرب. نزلنا تجوالنا فيه شوارع المغرب. الامر ان ده اللي بيدل. فيه علاقة قوى جدا ما بين الشعب المصري والشعب المغربي. فيه فيه ترابط فيه صلة رحم ما بين الشعب المصري والشعب المغربي. وديه الأمور اللي احنا بنأكد عليها. الخلافات هي خلافات ما بين الاهلي او مسؤولي الاهلي او مش اقول خلافات حقوق النادي الاهلي. وتعنت من قبل لجنة منظمة من قبل مسؤولي الكاف. ليس الشعب المغربي ليست المغرب يعني بكل اطيافها. يعني طبعا كلهم أشقاء والأمور دي اندلت بندل على الترابط ما بين الشعب المصري والشعب المغربي ولكن هناك تعنت في أمور خاصة بالمباراة تعنت من قبل مسؤولي الكاف لكن ده لن يقلل أبدا من العلاقة اللي ما بين الشعب المصري والشعب المغربي أمير ده مهم طيب فاروق لنا برنامج بقى الفرق النهاردة الأمور كانت ماشية زي منذ الصباح وحتى موعد المباراة وعايزة تطمم بالتحديد عن عمر السلية يا فاروق لأن كان فيه كلام أن عمر مش جاهز بعدما كان الكلام أن عمر جاهز هل هتعرض لإصابة جديدة هل فيه أي حاجة ولا كله جاهز بنسبة 100% في معادة محمد عبد المنعم رد عليها في سؤالين دول بعد يلا خليني أقول لك أمير سريعا طبعا نأكب برضو على سلبية مسحة لعب النادي لقالي النهاردة اللعبين تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة العشرة صباحا ثم طبعا وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثانية بعد لحظات مستر بيتسو موسيماني هيعقد المحاضرة الفنية مع اللعبين ثم وجبة خفيفة للعبين قبل التحرك في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق إلى مركب محمد الخامس أنا أطمنك على الحالة الفنية الحالة البدنية جهزية كل اللعبين يا أمير زي ما قلنا مسبقا ومن قبل باستثناء محمد عبد المنعم كل اللعبين من أول الشناوي مرورا بكل اللعبين بخط الدفاع بخط الوصف بالسليا بحمدي فتحي بديونج بافشة بكل اللعبين كل اللعبة يا أمير الحالة البدنية والأمور كلها على أفضل ما يكون للعب النادي للي زي ما أنت قلت أمير باستثناء هي عدم لحاق محمد عبد المنعم بهذه المباراة